السلام عليكم اهلا وسهلا بكم معنا مرة اخرى فيديو جديد اليوم كيف ما طلبتوا كيك منزلي سهل بسيط اهم شي انه يكون ناجح حتى مع المبتدئين ومن اول مرة يكون رتب واسفنجي هذا هو الكيك اللي راح يصير معتمد عندكم ان شاء الله مضمون مئة بالمئة كيف ما قلت رتب وهش لذيب واسفنجي كيف ما بتشاهدوا والطريقة جد جد سهلة فخلكم مع الطريقة والمقادير اللي هي بسيطة ايضا فبسم الله على بركة الله اول شيء نحتاج الى كوب زبادي عادي دانون عادي فقط كوب واحد من الزبادي يكون طبيعي نقوم بوضعه في اناء للخل ثم نفس الكوب سنحتاجه لقياس الدقيق والسكر فمن بعد ما وضعنا كوب واحد من الزبادي سنقوم الان بوضع كوبين من السكر اول كوب من السكر ثم ثاني كوب من السكر ونحتاج هنا الى بيضتين نقوم بخفق البيضتين معا ثم نضيفهم الى خليط السكر والزبادي او السكر ودانون نحتاج ايضا الى كيس واحد من الفانيلا يمكنكم اضافة اي نكهة تانية هذا على حسب ضوبكم فنضع كيس الفانيلا بالداخل ثم كوب واحد من الزيت فدائما الكوب هو كوب الياغورت او كوب الزبادي او كوب دانون طبيعي نضيف ملعقة واحدة من الخميرة خميرة الحلويات او البيكن باودر ونخلط الكل معا فالخلط تقريبا ياخد منكم دقيقة ونصف الى دقيقتين فقط حتى نحصل على خليط متجانس بنفس الشكل فهذا هو شكل الخليط الان سنحتاج الى ثلاثة اكواب من الدقيق دقيق عادي اول كوب ثاني كوب ثم ثالث كوب من الدقيق نخلط الكل معا فمدة الخلط هنا تاخد ايضا دقيقة ونصف الى دقيقتين حتى نحصل على خليط متجانس ويندمج دقيق مع الزيت ومع الزبادي والسكر ويصبح بهذا الشكل فكيف تعرفوا ان العجين ناجح فتقوموا بنفس الحركة رقم 8 فيظهر من فوق ثم بعد قليل يختفي فهكذا عجيننا اصبح جاهز وناجح مئة بالمئة فكيف ما شفتوا المقادر جد سهلة وطريقة تحضير جد سهلة وسريعة ايضا ناخد هنا فقط القليل من الخليط سنحتاجه فقط الى التزيين فقط القليل من الخليط نقوم بخلطه مع القليل من بودرة الكاكاو ونخلطه جيدا حتى نحصل على هذا الشكل ثم ناخد جيب حلواني ونقوم بوضع الخليط اللي خلطنا مع الشوكولاتة في الجيب الحلواني ناخد قالب الكاكاو ونقوم بالتزيين هنا على حسب توقكم وعلى حسب ابداعاتكم يمكنكم التزيين كيف ما اردتم لكن هنا انا اضع فقط خطوط بشكل عشوائي فانتم يمكنكم رسم اي شيء يمكنكم وضع نصف الخليط ايضا بالشوكولاتة وخلطه معا فاعطيكم فقط الاساس والباقي عليكم فالان نقوم باضافة خليط الكاك اللي قمنا بتحضيره فهنا عندي مقاس القالب 25 سنتيمتر تقريبا فهذا الكمية كافية بالنسبة لقالب ما بين 20 الى 30 سنتيمتر فهنا وضعنا الخليط في القالب نقوم بادخاله الى الفرن على درجة حرارة ما بين 170 و180 درجة لمدة 20 دقيقة بالنسبة للفرن الغازي درجة حرارة متوسطة من اسفل وجد جد خفيفة من فوق الوقت ايضا مدة 20 دقيقة وبعد العشرين دقيقة نقوم باخراجه ثم نتركه ليبرد قليلا بعد ذلك نقوم بازالته من القالب فيمكنكم ايضا دهن القالب بالزبدة ان كان عندكم القالب نوعية متوسطة فان كان القالب نوعية جيدة فانتم لا تحتاجون الى دهنه بالزبدة فهذا هو شكل كيك كيف ما تشوفوا جد رائع يمكنكم تقديمه بنفس الشكل او يمكنكم تزيينه اما بواسطة كريمة او موس شوكولاتة كيف ما عملت انا هنا فاستعمل موس شوكولاتة واستعمل كريمة الاثنين معا بالنسبة الفيديو الموس شوكولاتة هناك العديد من الفيديوهات كل ما عليكم فعله هو الذهاب الى مكان البحث وكتابة موس شوكولاتة شاف شكر الله او ستجدونا في اخر الفيديو فكيف ما تشوفوا هنا بعد قطع الكيك الكيك جد راتب جد اسفنجي كيف ما شفتوا جد سريع لا يأخذ منكم نصف ساعة من الوقت في التحضير والطبخ جد اسفنجي جد راتب حتى لو عمرك ما عملت كيك فاليوم صار بامكانك تعمل كيك ناجح وان شاء الله هاد الكيك سيكون معتمد عندكم من اليوم فساعدا فلا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر لايك والاشتراك بالقناة والقاكم في الفيديوهات القادمة ان شاء الله كما يمكنكم ايضا البحث عن اي وصفة تحبون فقط بالذهاب الى مكان البحث كتابة دجاج شف شكر الله لحم شف شكر الله حلويات شف شكر الله كل ما تحبون موجود بالقناة فالحمد لله عندنا الان 200 فيديو فتابعوا كل فيديوهات وستجدون ما تبحثون عنه ان شاء الله في يومكم سعيد والقاكم في الفيديوهات القادمة ان شاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة